سنبدأ بحالة كلينيكل من الحالات اليومية عن نقص التروية الإكليلي فالمريض 55 سنة مدخن بغزارة ما عنده عوامل خطورة تانية لنقص التروية الإكليلي إجاء عندي على الأوفيس عنده أعراض تيبيكال أنجينا بالمودرات إكزرشن مو على المنمال إكزرشن فهو بيلعب باسكتبول مع أولاده وبيقدر يلعب شوي بعدين بيوقف بسبب الآلم الصدري وعلى أول زوجته بما أنه نوع من المرضى المهملين عنده هالأعراض من أكثر من ثلاث سنين وخصوصي لما بيلعب الباسكتبول بالويك انت وعم يجاهلها وعلى أول زوجته كمان أنه من ثلاث سنوات ساوله تقييم وساوله دراسة سترس نوكلير وأظهرت مناطق متعددة من الريبيرس بالسكيميا بكل السيجمينت فساوله أنه لديه ثلاث سنوات كورونارية فعرضوا عليه أنه لازم يساوي أنجيوغرام واحتمال كبير يحتاج بيباس سيرجيري بسبب فكرة البيباس سيرجيري هو من نوع ستبرن بيشينت رفض كل شي وحتى الميديكال ثيرابي ما أخذها بشكل واضح وضل عم يدخن فقبل بأسبوع من ما يجي على العيادة بالويك انت أكل سوى حفلة باربكيو ولعب بعد منه وصار معه الألم بشدة وتتلى الشرسوف وصار معه أعراض نوزيا وهو برأيه هالأعراض كانت أعراض عصر هضم لأنه أكل ولعب واستراح بالويك انت وبرأيه الأمور صارت منيحة وضل مرتاح طول الويك انت معتقد أنه هاي فقط تعب عام وقبل ما يجي على العيادة مشي مع زوجته بالمول مشوة منيحة بالشوبينج وقال إنه وضعه منيح لكن زوجته أصرت إنه يجي على الفحص فبالفحص كانت الشي المميز إنه عنده الضغط بالساعد بالساعد الأيسر منخفض 80 على 50 بينما كان طبيعي بالجنب الأيمن 120 على 80 تخطيط القلب أظهر نظم جيبي وسرعة القلب 74 ما فيه كيو ويف لكن فيه تي ويف انفرجن بالأيكو كان عنده مائد جلوبل حيبوكانيسيز يعني الناس حركية معمن بكل الجذور لكن الإيجيكشن فراكشن مقبول 45% ما فيه فالفالر ديزيز وما فيه تيريكاردال فوجين الدكتلر بصر على الليف صبكلافين أظهر إنه فيه علامات تضيق شديد ويك دوكتلر صين بالليفت بريكل آرتري فسوينا الكورونري أنجيو جرام بس قبل ما نبدأ الكورونري أنجيو جرام شو فيه مقترحات من الدكتور سوهيل حال الإيجيشن البرجنتيشن يعني تظاهر سريري وصفي عنده ستيبل أنجينا عنده عوامل خطورة والشخصية هلا في ترون نستعمله جديد هون هو يعني من عوامل الاجتماعية للتجاوبة العلال الصعبة يعني صلوا عنده العراض فترة ومهم الحالة وعم بيجي على الاهتمام الطبي بناءًا عن رغبة زوجته أكثر ما بناءًا عن رغب زوج سو لتبلش العناية برأيي أنا بمحادثة صريحة أنا بقول له للمريض فيني أعمل لك كثير بس أنا ما عندي قدرات سحرية إذا تتابع معنا وبدأك تشتغل فينا نشتغل معاك في زمان هذا رح يكون الوضع صعب عنده مو بس تديقات بالشرائين الكليلية في عنده تديق باللف سبكليفين بالشريان تحت الطرخ واليسار وهذا الشيء كتير مهم لأنه بجوزي إذا ما نفكر نستعمل الانترنال ماموري رح يعملنا مشكلة هالشي لأنه الانترنال ماموري رح يكون عنده نقص تروي So I think العلاج بيبلش بمحادثة صريحة طبعاً معالجة طبية بداية والاستطبع بالقصرة واضح ما فيه كتير كونتروفيرسي النقطة رائعة ذكرت الدكتور سوهيل أنه بسبب تضيق الشريان تحت الطرق وهذا قبل ما نحاوله البايباس سيرجري بننحل هال مشكلة والنقطة اللي ذكرها الدكتور يزن من زمان أنه نعتمد على الاباليواشن والبري تست هالأعراض وصفية والريس فاكتر واضحة ما لحنا نضوع وقتنا نساوي لهم ستريس تيست وإلو ساوي سيتي أنجيو ولا شيء ممكن ضغري بهذا المريض أنه نساوي ضغري مباشرة نبروسيد فور كوراني أنجيوغرام فيه نوعات بتحبوا تضيفها دكتور يزن؟ لا بس بحب والشغلة الصغيرة هي المريض اللي ما عنده أعراض لما عم يمشي بالسوق هذا ما كتير شي طمين لأنه أنا دائما بميز بين مشوة جدية المشوة الجدية واللي بيمشي بالسوق هي بتكون تمشايا بيمشي 20-30 متر بوء بيمشي 20-30 متر بوء هاي usually under formats of physical activity and it does not really imply يعني ما بتطمن بشكل كافي لا تعني إنه مريض ما عنده خناق بجهة فوق ولي هذا المهم طبعا من ناحية انزارية فعمل به الفلوز حتى عندي فلوز دائما نبهون إنه إذا أكل مريض عم يمشي بالسوق that doesn't mean anything إذا عم يمشي عم يطلع يمشي مشوة جدية بسرعة خمسة كيلو بالساعة أو أكتر أو مع شوية ارتفاع هذا الشيء التاني هاي المشوة الحقيقية اللي عمر فيها فوق نعم أما غير هيك الانذار وصفي الشغل التاني هي هون لو كان في CT of good quality بمريض عمر 55 CTA would have been a reasonable first option بس حتى هون بأميركا مو كل المناطق في عندها good CTA بس هلها بطريقة وبأخرى وصلنا لوين الانسدادات فهذا المريض يعني ما أنت أريت أنا ما أريت بس بالنسبة للحضور بالمدرج هنشرح لهم أنه سوينا له قسطرة وأظهرت وقسطرة انسداد كامل بالLED مباشرة بعد القطري الأول وانسداد كامل بالقطعة القريبة من المنعكس كمان عند منشأ الهامشي الأول وانسداد كامل في منتصف الرايت كورونري في منتصف الشريان الأكليدي الأيمن كمان عند منشأ الأكيوت مارجين أو الهامشي الحاد الريديوس إيجيكشن فراكشن متوقعينا الأنجيو جرام طلعت الإيجيكشن فراكشن 40% 40% والارتفاع بضغط نهاية الإنبساط وأكدنا التشخيص بأنه في تضيق حوالي 85% بالقطعة القريبة من الشريان تحت الطرقوة الأيسر مأثر على منشأ الشريان الفقاري الأيسر وعلى منشأ الليمة المنري خلينا نفرجيكم الكورونري أنجيو جرام وناخد رأيكم هاي الكورونري أنجيو جرام أم تلاحظوا في إنسداد بالأمام النازل هاي بي صورتين واحدة بالأيبي كريني واحدة بالأيبي كريني واحدة بالأيبي كريني ففي توتال إكلوجين بالأيبي دي هاي الصورة الثانية للسيركم فليكس ومنحظين التوتال إكلوجين بالسيركم فليكس وفيه ارتسام متأخر بس فيه توتال إكلوجين فيه إنسداد تام ومبين عنا أوبتيوز مارجينال أو الهامشي بعميرتسام بشكل خفيف حتى عم يطلع كولاترال للشريان الإكليلي الأيمن منحظين الـ PDA أو الشريان الخلفي النازل عم يرتسم بشكل راجع هاي قسطرة الشريان الأيمن كمان ملاحظين التوتال إكلوجين بمنتصف الرايت كورنري وعم يرتسم الدستال كورنري الدستال الرايت أو الإكليلي الأيمن بشكل عن طريق بريجين كولاترال هاي صورة تانية بس للتأكيد ملاحظين هون في بريجين كولاترال هاي الأنجيو سوين كويك ألوي كورنري كاسطر وملاحظين في إنه جلوبال هايبوكينيسي ديجيكشن فراكشن حوالي 35 40 والسبتال والأنتيري والوول في ويكنيس أكتر من الإنفيري الوول هاي الأنجيو سوين للصبكلافين ملاحظين الصبكلافين في تضييق شديد هاي حات نعيد الصورة تضييق شديد هون قبل الفقاري ومؤثر على الجريان اللي ملاحظين الإنتيرن الماماري عم يرتزم بشكل خفيف جدا هاي صورنا الكراتد من الجنب اليمين عم لاحظين عم يرتزم الفيرتيبرا تبع الجيهة الثانية الجيهة اليسار بشكل راجع فهذا المريض أكيد عنده أعراض صبكلافين ستيرينج تحت الطرق والأيسر عم يساوي سرقة للدم من عن طريق الدماغ وهي صورنا الكراتد بالجيهة اليسار كمان عم يصير ارتسام للصبكلافين أو الفيرتيبرا المتأخر فهذه الحالة طيب هلا بعد ما ساوينا الأنجيو جرام خلينا ناخد رأي الدكتور يزن شو بده يساوي بهالمريض هلا بحب ننوه لعضوطين أول شي على الأنجيو جرام في عنا شي اسمه منسمي anatomic left subclavian steel يعني مثل ما وضحت الدكتور وليد أنه في جريان دم راجع بالشريان الفقاري عم يعبي شريان subclavian on the left مو الشرط هذا يعني أن المريض عنده subclavian steel symptomatically كثير من هؤلاء المرضى بيكون ما عنده أي سمتمز مريضنا ما عنده cancels سو هاي ناحية ناحية الثانية هي هون بشكل واضح هون ما فيك تستعمل الليما لها المريض غير إذا صلحت subclavian تصليح subclavian كون الانسدار قريب من البرتيبرو يحمل شوية خطورة لكن سيجب هذا المريض أنا برأيي من دون أي شك يجب يعمل ريف 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 بوضع غير ما يكون involving الليما كل البنفة تبع البيپاس has always revolved around a patent لما to the LAD over percutaneous intervention هل هون في حالات شوي خاصة الإيجيكشن فراشن تبع المريض نازل 40% and he's very symptomatic وعنده CTO يعني انسدادات مزمنة وبالتالي بسهل شوي الواحد يفهم أكثر نسميها interventional تفكر بالتفكير بس إذا أنت كنت أخي أنا أقول لك لا أنت المريض لازم يعمل بايباس كثير مرات بقدر غير رأي المريض لما فعلا خلين أقول عانده مجرد ما يقول لي ما بدي أوكي وفوق بس إذا فعلا بعد الشيء المريض فأنا برأي هذا المريض لازم يعمل بايباس كfirst option لأنه عنده LVD CTO والسبقليل الانتربانشن يمتع 20% يعني الشريان تحت الطرق ولم نحط له stent احتمال المعاودة هو حوالي 20% خلال السنة الأولى للانسداد بال stent إذا مريض مثل هاد لا أنا بنصح هو بقوة أنه يروح على البيباس إذا فعلا ما قدرت أقنعه وإذا في عندي انتربانشن طبيب قادر أنه عند نسبة أكثر من 70% سكسس على الأقل بالرأي وبال LAD أناتمي أعتقد أنه سيكون طريقة نقطة زكرة الدكتور يزن ضرورية أنه هذا المريض إذا يستفاد من البيباس سيرجري أهم شي أنه يكون الليمة كل الدراسات أظهرت لو دراسات قديمة بس الباري أظهرت أنه إذا المريض نحط له ليمة يستفيد ويتحسن على المدى البعيد البقية أما إذا لم أخذ ليمة تحط له سفينة سبين ممكن يصير هنا أنه تحسن المرت مقارنة مع الانتربانشن أو حتى الميديكال سيربي فالليمة لازم نستفيد من المماري أو الشريان السدي الباطن لازم نساوي تصليح لتضيق الشريان تحت الترقوة فكان الفكرة أنه أنا نقش مع المري خلينا نصلح الشريان تحت الترقوة وبعدين بنبعتك على السيرجري وشارحنا له أهمية السيرجري أنه عنده تراجع بوظيفة البطين الأيسر عنده تضيقات متعددة ثري وعنده مناطق نجاح التوسيع والاستنتات قد تكون أقل من الشي المألوف لكن المريض رفض وهو والعيد رفض فكرة التسيرجري وأصر أنه لازم نساويل إذا نساعده فقط عن طريق الستنت وهذا وقع أنه نشتغل على جنب اليمين وبعد بعد ننخلص جنب اليمين بنفس الجلسة نحاول نشتغل على تحت الطرق ما أعرف ما رأي الفقل حول هذا القرار يعني إذا المريض هذا قراره I think it's reasonable CTO interventions مثل ما ذكر دكتور يزن ما ننشي دائما straightforward ولما نحكي عن ثلاث CTO بيصير الموضوع technically challenging أكثر I think المريض مستفيد لأنه عنده الدياغن large وعنده good collaterals الدستور is under filled but stiff diffuse disease دستور right و diffused disease بال PDA صعب نحكم عليهم لأن الشريان مسكر so I think لابن واحد يكون باللاب ويجرب CTO صعب بس إذا المريض قدمت أنه ما بده surgery despite reasonable target وفهمان تماما الريس والbenefit ما في احتمال تاني نبلش بالLED and we'll see how things will go هاي حان بلشنا بالLED وهي لاحظوا هون total occlusion وهي أنا بشتغل للتوفير بشتغل ما بس 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 وير escalation بروح على hydrophilic wire يلي صعب أو moderate stiff فسويت بالchoice PT بالسupport بال small ballon 1.5 millimetre ballon قدرنا نساوي crossing لل CTO تبع LED وبعدين وبعدين سوينا pre dilation وبالون أكبر وهون واضح إنه نحنا قدرنا نفتح وفي عنا لجين طلعت بدستل LED وفي عنا منطقة total occlusion هاي واضحة على هالصورة هاي منطقة total occlusion فحطيت stent بال distal LED وحطيت stent بال proximal LED حتى وفر إنه وقت ما نشتغل بيفركation فحطيت ال edge of stent على origin of diagonal وهي ال final result بال LED في تعليق من دكتور يزان نحصين هون بعد فتح LED قداش الكل lateral راح تكلا لل PDA و لل RITE صار عم بتسيم الRITE بشكل واضح في تعليق من يزان هذا an interventional I would have done the exact same I I would not have involved the diagonal as well and I had a large diagonal I think this was perfect stenting simply by opening the LED and if it will have time will tell but now you move the patient from three vessel disease with LD dysfunction to two vessel disease not involving the LED with LD dysfunction so when you the L.A.D. distal and mid many times in these situations when you email we see that there is spasm and it would have looked better it would have been nice to show a picture without the wire that might be coming I'll show you that okay so Dr. Waleed I'll say I'll say I'll say I'll say say I'll say I'll say I'll 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 say I'll say say is large vessels the PDA significant increase in the size but the point the diwar is it is an angiogram when we interpret them فيه diagonal تاني مسكر وفيه منطقة أنا بقل له الفلوس تبعي دائما فيه sign اسمه positive of perfusion or the desert zone منشوف بين الdiagonal والدستل الذي لا يوجد أي تروية الشيء المهم نعفو بهالمريض انه الناتر of the disease هي diffused من لايه disease in the proximal الناتر of the residual disease in the mid with diffused nature غير الـ revascularization المريض يجب أن يوافع بإنه يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن تغير الناتر of the risk factor modification لأنه الـ end game اللعبة النهاية ستكون منها favorable نقطة كثير ممتازة من دكتور سوهيل نحن مو بس نحن بدنا بس نفتح المسل نحن بدنا نحاول نعدل المريض ونخفف له سواء الأعراض أو الإنزار عن مدى البعيد وهذا ما بيتحقق إلا بالشي اللي اسمه risk factor modification والoptimal medical therapy طيب بما أنه ما أخذنا وقت طويل أو كمية مادة ظليلة كثيرة بالLED فانتقلت للcircumflex فبنفس الguarding catheter بنفس الstiff wire بالsupport بال1.5 مليمتر بالون قدرت ساوي crossing للdistal ووصل للdistal circumflex وساويت pre-dilation بهالتايني بالون وبعدين ساويت pre-dilation ببالون أكبر وحصلنا على جد لومن بالcircumflex وارتسم الـ OM بشكل أوضح أكتر ملاحظين الـ OM ارتسم هون أكتر فأخذت wire تاني وكمان بتايني بالون هاد 1 مليمتر بالون وقدرت ساوي crossing للـ OM فنلاحظين صار عنا two wire واحد بالcircumflex وواحد بالmarginal وساوينا له pre-dilation وصار عنا good lumen المعة جيدة بالـ OM كمان حتى ما نجنب يعني complex bifurcation فساويت pre-dilation بالcircumflex وساويت stenting للـ total occlusion بالcircumflex وهي الـ final result وهي حتشوف دكتوريازن هاي المنطقة ما بين الـ two stents بالـ L-A-D ما فيها أي شيء هاي كانت just wire induced بس نقطة حلوة منك إنو نبهتن إلى فهون حصلنا على نتيجة جيدة سواء بالcirc أو بالـ OM طبعا الاستيوم تبع الـ OM بس ما الأفضل إنو حتى ما نجنب complex bifurcation وكثير من يعني contrast ما نعطي المريض ناردة ظليلة وهذا الـ OM يعني medium-sized vessel فاكتفينا بهالشي ما بعرف شو كمان رأي الـ interventional cardiologist دكتوريازن شو بتحكينا سمعاني إذن هم يوت أنا أسفة أنا بعتذر بس أعود أنني ممرض سألتني سؤال بعتذر منكم نسأل مرة ثانية لا بس إنو نحنا قدمنا نفتاح أعود أن نفتاح والـ OM الأستيوم تبع بس بما أنه مدوم-sized ما جنبنا نسأل complex bifurcation والنعطي الذي ذكرت أن المنطقة ما بين الـ 2 stent و الـ LAD واضحة أنه كانت فقط wire-induced ما بين الـ 3 stent سنغرب كانت المنطقة هي من الأسفة الكثير من الأسفة ما بين الأسفة فهو وقفنا والمريض طلع مبسوط ووعدنا انه يرجع بعد اسبوعين لنجرب بالرائد كورونري ونحاول نفتح الليف صبكلافيا او تحت الترق هو فهي الرائد كورونري لما اجي بعد اسبوعين ملاحظين انا بسميه بريجين كولاترال انا برأيي انه هي بريجين كولاترال بالرائد كورونري فكمان قبل ما نبدأ بالانترفينشن شو التعليقات من الدكتور يزن هون طبعا نحن يعني طانما الاد والسيرك مفتوحين فيعني نشتغل كومبليكس وريتروغريت وهي ما اظن يعني إلا لنشوف إذا كان المريض عرضي فما بعرف شو رأيكم سأنا عندي سؤال دكتور وليد وبس للمناقش العلمية طبعا سأنا أطرح طيب احتمال نحن فتحنا السيرك وفتحنا الاد with the excellent result ألا حوالنا single vessel CTO of the right وفي عندك osteo disease بالright 50-60% osteo سأنا أطرح الفكرة أن نن manage the right medically CTO وبتصور المريض angina symptoms will improve بالأصل ما كانت كثير limiting ما عنده lifestyle limiting angina ونعطيه trial of medical therapy before I commit him to CTO intervention number 3 برأيك reasonable It's reasonable وخصوصي ببلدنا إذا كانت العبء المادي على المريض كبير يعني ما معقول هذا أن نساوي له أنه CTO complex ونستخدم a lot of tools ونحططه فلوس وبنسبة نجاح نقل له حوالي 70% or less فبس المشكلة كانت المشكلة المادية عند المريض ما هي المشكلة أنا عم نحكي بس من ناحية الطبية حتى من ناحية الطبية رأيي منحترمه كتير يعني أنه خلص it's one vessel بس المريض يعني اللي شاغل فكره هو كان وأنه هذا تضيق شديد وقد يأثر على إيده وحركة إيده فبدو يعني نساوي له نفتحك الشيء نفتحك الشيء نفتحك الشيء فإنما نحاول بالرأي ومن ساعد طيب شو رأيي الدكتور يازن قبل ما ننفرجي شوش تستغلنا هذا الريكوارتري أول شيء هو منسميه almost super dominant يعني هو رأيكوارتري مو بس dominant وإنما ضخم وإذا ما نشفنا distal segment is very important بمريض صغير بالعمر أنا اسمعت شؤال دكتور سوهيل بس بمريض صغير بالعمر إذا ماديا ما بيرهقوا أنه نحاول I would try this بس I would try it really with the perspective that إذا ما قدرت أنه اجتاز الانسداد مغير ما استعمل high risk maneuvers I would stop بهيك حالي ما في أي غلط بين الواحي يجرب ويوقف من غير ما يعرض المريض لخطورة هلأ هون الانسداد في عندك very big collateral at the occlusion بس I think there is clearly a very small منسميه هون نب مثل منقار العصفور صغير كتير بيخليني حس بيتفاول أنه الكراسينج مفتوض يكون إن شاء الله ما كتير صعب بالحالة هي أنا بتتصور بستعمل hydrophilic wire supported with balloon tip or an angled O14 catheter بس إذا ما قدرت إجتازه I stop ونو هوم نو فاول نو هون ما بصير أي مشكلة كتير نوعات حلوة مشكول دكتور يازن عم يوضحنا ياها وحن يعني مشينا تقريبا بنفس الأفكار حليني كمان شغلة واحدة إضافية هون كمان لأنه في موضوع اللعب الأقتصادي بالنسبة لسوريا هذا المريض واضح أنه متى ما اشتزنا التضيؤ ستنت واحدة ما هي مشي الحال بده على الأقل 2-3 long stands فبتكون واحدة مرسمي الحال والمريض مرسمي الحال وهذولي 3-10 رقم كبير بسوريا بتصور حسب ما بتذكر الشريعان كله الحقيقي قد يكون نتيجة under flow فبعد ما نفتح ونحسن نحسن الـ flow بنساوي إباليواشن بس حطيت له إنه للمريض إنه أكيد بدنا نستخدم 2-10 at least فهون استخدمنا الـ hydrophilic wire support بالـ small balloon الـ wire اتجاوز المنطقة ونت a little bit distally وبعد ما ساوينا ديوليشن بـ 1 مليمتر بالون 1.5 الـ wire went more distally لكن هون بعد ما تأكدنا بأدة صور إنه نحن صحيح جاوزنا المنطقة بس معم يرتسم distally المفروض كان يرتسم distally فهون وبالـ two views هذا أكدت إنه الـ wire sub-intimal وكان لازم أسحب الـ wire أو في أعراء بتقول بنترك الـ wire ونحاول بـ wire تاني هذا اختلاف ما بعرف شو رأي يزن بهالشي لا أتمنى أجل مثل ما حكينا بالأول أعتقد صار معك السيناريو التاني إنه بلش تتجاوز وبلش تتفوت بمجال ما نسمي escalation of risk and escalation of of intervention بالحالي أنا بوقف ما في أي غلط بأنه الواحد يوقف لسه ما في perforation ما في complication في مجرد failure and that's totally okay لو كان هذا الشيريان الوحيد اللي والسهل التانيين مسكرين وهذا اللي بديفتحه ومضطر يفتحه then the escalation of risk زيادة الخطورة بتكون مبررة بأنه يستعمل واحد wire ثاني or more wire catheter support بس هون بنتي ما عمتورجينا هون I think I would stop نقطة كتير حلوة إنه لازم نواف وما لازم نساوي wire escalation فكرة نستخدم wire ثاني أو stiffer wire بس بما أنه أنا برأيي بالمنظر اللي شفته إنه هذا bridging collateral وإنه ممكن يكون wire داخل بأحد bridging collateral إسحب واجرب بنفس wire بشانل ثاني وهون درت بشانل ثاني إدخل ولاحظين بالpre-dilation وصلت لل PDA ويبدو الDistal Vessel هو صار أحسن بكتير بعد ما فتحنا لمنطقة Total Occlusion وساوينا لpre-dilation شو رأييكم I think the main trunk of the RCA فاتح بس عبشوف أنا الPDM سكر والDistal PLB سكر شو Yeah Yeah Which also has to make you wonder بصراحة if your whole channel you dilated is sub-intimal لنمبشوف ما عالشيف أي branches coming off even the tiny branch يلي فيه wire حتى عالش ما عندو ولا small branches so you have to wonder whether you are sub-intimal all through sub-intimal أنت مالك بال 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 لمعة المطلوبة وإنما أنت تحت البطاني الشريانية مظبوط نقطة حلوة لذلك قلت إنه إذا أنا درت أسحب الwire ودخل بالPDA فعلى الأقل إنه أنا بالTrue Lumen فسحبت الwire وملاحظين هون الwire دخل بالPDA فأنا اعتبرت هاي True Lumen بعجلة وقررت حط Stent لمنطقة Total Occlusion فشايفين فشايفين الwire هون شلون دخل بالPDA فلما دخلت بالPDA معنات عم The True Lumen هاي الwire كان بالPLB وملاحظين وملاحظين بالPDA فحقررت بحط Stent وهي Stent الثانية صار في مثل Spasm Stent فبعطينا Nitro وهي ملاحظين فتح PDA وفتح PLB وفي Distal Branch بعده ما هو فاتح بس كتفي توقف هون هون الأستيوم أبير فاين ونحظين My Cassiter Guiding Cassiter is deeply seated فوما كان في drop in the blood pressure فاعتبرت الأستيوم is OK فما بعرف شو رأيكم كمان ناخد رأي يزان اللي بصراحة أن الأستيوم فيه منسمي Good Contrast Reflux Through the Guide فاين ما عندي مش كمع الأستيوم I think it's mild disease بصراحة Dr. Waleed I'm still not convinced that the PDA lumen is a true lumen لأن الفلو بالPDA is not normal flow حتى بالPLB is not normal flow so بأكس الانترميش على الاد with circumflex where I feel extremely good about the outcome and the results أحوان I think we have placed the stent whether that يعني هل يترى هاي الانترميش بنهاية المطاف ساعدت المريض ولا لا ما بتصور فينا نحكم بشكل موضوعي بس الحمد لله ما في complication and I think I think I would stop at this point هذا الشي هذا الشي أنا اقتنعت أنه على الأقل PDN نفتح معي وحتى origin of this small acute marginal ما تأثر فعلى الأقل أنا في المنطقة كنت بال true lumen بال distal هذا مختلف عليه بس طالما عم يصير عنا distal flow فأنت توقف هنا فسحبت الجايدين cassiter التي هي GR4 وحطيتها بال subclavian وبنفس coronary wire والبالون تبع الستنت التي كانت هي 4 mm ساويت pre-dilation ولحظوا بعد ما ساوينا pre-dilation هنا بال diagnostics أو بالfirst shot لاحظين the vertebral is not filling just filling just 2 cm بس هون ساوينا pre-dilation وهون بعد pre-dilation بدل subclavian filling ملاحظين subclavian أسعقا الvertebral feeling very good هون بعد ما ساوينا pre-dilation فحطيت stent peripheral stent بعد ما غيرت the guiding catheter big cheese وهي stent عم تفتح منطقة التضيق بشكل منيح وهي reasonable final result نحظين الvertebral excellent if you go by guidelines left subclavian neuronal stenosis مغير symptoms guidelines don't make that a class 1 A or B it might be class 2 B from a maintenance of access perspective بس هاي this is one area where I actually I don't have guidelines to mary صغير بالعمر لأن هذا subclavian was clearly لحي تحوّل مع الزمان لحران little occlusion و بات حيث صغير صعب إصلاحه so even though guidelines بالنسبة له هذا الشريان بسات بحل مري بسات are not necessarily favorable for intervention I would have done the same يمكن I would have tried to use a shorter stent and avoid covering ال vertebral with IMA but the result was okay فهين نقطة أنا أحبيب نناقش هالحالة نأكد إنه المريض لازم يكون عرضي أو عنده خطورة شوي عالية لنفكر إنه نبعت ضغري لل for revascularization أما إذا كان المريض مشكورين سواء يزن أو سوهيل حكوا إنه إذا كان المريض mildly symptomatic أو two vessel disease not involving LAD أو single vessel disease يعني medical therapy is reasonable and option خصوصي ببلدنا الشي اللي عم نلاحظه أنه حيلا مريض ب even يعني هذا مختلف عليه بس بالنسبة للإجهاد المادي للمريض بلدنا بتمنى ناخد هالأمور ونمشي باعتبار بال guidelines طيب 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 هاي نقطة كمان نقطة إنه حبيت إنه بال total occlusion ما ضروري نشتغل بالطريقة يلي منشوفها ببلاد بره و retrograde و enterograde و complex cases أنا بالنسبة على الأقل ببلدنا بسوريا كنت ماتدع هالطريقة اللي اسمها two believers total occlusion basic equipments for lesion interrogation evaluation visualization and endoluminal reopening study إذا بتاخدوا هالأكرونام بتطلع اسمها two believers وهي استخدمت بحالات total occlusion كتير وبـ success rate جاوزت السبعين بالمية في حالات وصلت للـ 80% إنه بعتمد على one guiding catheter use hydrophilic wire one balloon to support shortest stent ما نعتمد على contralateral injection و نساوي predilation ما بعرف شو رأي يزن بهالشي بس أنا تبعت هالشي في الفترة منيحة بسوريا وكانت نسبة النجاح عالي ولا أزال اتباع حتى الآن لا بوافقك بكثير من هالحكي طبعا هون ما نطلع شوي من ال regular published data of more than more like 50 to 60 success rate and to individualized high skilled operators who دائما لحكو know slightly better than they published data one thing I would disagree with you when and if I do cross the CTO I would actually use unless I feel very confident that the lesion is indeed short exclusively I would probably favor using a longer stent to make sure I'm covering all the seized segment this becomes more of a technical question yes but this is the point that I wanted to continue to work total occlusion even outside the heart total occlusion in the iliac 22 cm we can remove it and make stenting total occlusion in SFA and the heart has no thing below the knee and there is no anything without any so we total occlusion in SFA and we took one big vessel posterior tipial down to the foot and we could nalquz the immutations from really amputation this even had total occlusion وكان يصير عنده لاحظين الكراتيد لا يشعر وإذا كنت تفعل إنترا كرانيال لا يشعر شيء من هذا الطريق فهو يعتمد على الجريان الكولاترال من الطرف الثاني وقدرنا نفتح المريض بالكراتيد وصار الجريان إنترا كرانيال ويحصل على الجريان إنترا كرانيال ويعبل سواء الأنتيريار أو الميد سيريبرال وهذه الصورة الثانية حتى المريض كان عنده مريض ثاني كان عنده مريض ثاني وعنده ملاحظين التوتال إكلوجين هذا بالجنب اليمين ويعطي كولاترال للجنب اليسار الأنتيريار سيريبرال آرتري عم يعبي من الجنب اليمين فقدرنا ندخل للتوتال إكلوجين وملاحظين بالسبب في تضيق شديد هنا بالكراتيد ففتحنا التضيق الكراتيد هذا الكراتيد وقدرنا نفتح التضيق وصار يعبي الأنتيريار سيريبرال والميدل سيريبرال وهي الفاينال أنجيوغرام هنجاوز هالشي هاي الطريقة إنه باستخدام يعني ما نكون بالتوتال إكلوجين كتير كومبليكس ونستخدم حالات يعني طرق معقدة نتكلف المريض بشكل كبير هاي بس حبيت فرجيكم حالي طالما الدكتور ريازن حكاً عن تضيقات الشريان المساريقي العلوي هاي مريض عنده كان عنده تضيق واضح بالشريان المساريقي العلوي بس خلينا بس خلينا ليش وقت هاي هاي مرحوم لا لبين ما تتوارج الصور دعامي اللي بللحظة أنا هون دكتور وليد بالنسبة لالCTO بالقراتد in particular I would just say that's actually a very controversial topic and so I would not necessarily be an advocate of that لأنه احتمال الاختلاطات فعلاً جداً عالي طبعاً لما تنجح البرسيجر بيكون المريض كتير مبسوط أما غيره بالنسبة للإلياك والفامرال والمزنترق 100% بس في حالة آخيرة كمان بس للتوتال اكلوجين إنه هذا المريض عنده أورام رئة وصار عنده شيء اسمه صار عنده انسداد بالوريد الأجوى في العلوي ملاحظين هاي اتصال الأجوى في العلوي مع الأزينة اليمنى مزدود كاملاً ومزدود بخسرات إذا ملاحظين هيك فهون تعمدنا إنه ندخل من وراء الخسرة شايفين الكاسيتر بهايد الكلوت هون حطين الكاسيتر بهايد الكلوت وقدرنا نساوي مزدود لالسوبرير بين الكييفا وبلل الوداجي حتى يفتح ويصب كله بالأزينة اليمنى المريض كان وشه محتقن بغزارة وعيونه عم تنزف تحت الملتحمة وما عم يقدر يتسطح فهذا المريض بس لأنه أونكولوجي وكلهم قالوا أنه حيموت بس عنده أعراض واضحة فقدرنا نساعده والمريض هو أكتر واحد تشكرنا على هالانتربنشن وهي حالة تانية من انسداد كامل بالأبهر بسبب كواركتيشن عند مريض كبير بالعمر 38 سنة بس نلاحظين انسداد بالأبهر النازل وهي ساوينا له ستنتين فهدول حبيت نعرض حالات التوتال إكلوجين سواء بالكورونري أو بالنون كورونري وما بعرف هلأ بناخد رأييزا بهالحالات ولسه عنا وقت بس هنقدم حالة تانية بس بدي أخد رأييزا بهالشي لا كلها حالات الحقيقة جدا جدا رائعة أخصوصا بعمل بسمه ولاحظة واحدة هي بالنسبة للSVC إذا الواحد بدي أعمل لأنتربنشن بده كتير يكون منتبه لأنه كتير مرات بيكون نسميها short landing zone وممكن الستنت ميغريت وتوع جوة قلب عمليا ضروري مثل ما عملت يكون ستنت طويلة وكان يكون عندها مثل anchor anchor نقضى الanchor جدا 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 جيدة مثل ما عملت أنا ملاحظة على الكراتد بس حالات جدا جيدة طيب نحن قضينا مناقشة حلوة وبتمنى أن نستمر بالحالة بس بقيا معنا سنعرض حالة سريعة حتى لا يدى من سوهيل لأنه سوهيل غطى أمراض الدسام التاجي ولازم نحط له حالة شايفين الهلأ شايفين السلايدز شايفين فهي حالة مريضة عمره 40 سنة مساوية تبليل للصمام التاجي بصمام معدني بسنة 2006 ووجتنا طبعا صمام معدني المفروض تاخد ووجتنا بحالة كارديوجينيك شاك ضغط نازل كتير وبحالة زلة شديدة فالباس ميديكا الهيستري عند دايلاتي كارديو ماياتسي مساوية اندوكاردايتس سابقا عندها أوبيزيتي عندها بدانة شديدة عند قصة تدخين وارتفاع الضغط قصة رجفان أزيني أو فلتر أزيني بسبب الوزن الزايد عندها أبستركتف سليب أبنية وعم تستخدم السي باب للمعالجة بالليل هي عم تاخد الوارفرين تاخد ليسينوكريل كاربيدلول سبيرون لاكتون SGA2 انهيبتر وفورزمايد يعني المعالجة لقصور القلب معالجة كافية عند تاخد بالفحوص كان الهيموغلوبين تسعى الكرياتينين 2 ارتفاع بأنزيمات الكبد لاحظوا الـ INR سوبر ثيرابيوتيك هل هي نتيجة الدواء أو نتيجة احتقان الكبد الشديد الـ INR 4.5 واللاكتيك أسد كتير عالي 3.5 فهي المريضة بكارجيوجينيك شاك من النوع اللي اسمها كولد اند ويت يعني المريضة في عندنا أسطر ومحيطية برودة أطراف بس علامات في احتقان سواء عندها وزنة أو عندها خراخر بالريئتين فناخد رأي الفاكلتي ونطلب من دكتور سوهيل يعطينا رأيه قبل ما نفرجيكم الشي اللي سوينا أنا بس عندي سؤال هو قديش سطلو الفالف بالـ 2006 وهي الحالة سويناها بالـ 2022 بعد أوكي طبعا المريضة حالت معاقدي سوري أنا كعب يحكي معاق بالكلينيك وأخد I missed the last part of her presentation بس It's It's Cardiogenic Shock Cold and Wet Low blood pressure in the 80s عنا إيكو ولا نو لحفرجيك الإيكو بس هدول الشي الحالة السرية ما بتبشر حالة سرية ما بتبشر فالإيكو أظهر إنه إيجيكشن فراكشن 35% في عنده Severe RV Dysfunction Mild Iortary Regurgitation لكن في عنا تضيخ شديد بالميتر البروستيس وسوينا Right Heart Cath ضغري فكان Pulmonary Archer Pressure 123 over 39 نلاحظين قديش عالي والمين 76 والوجه Pressure 61 هذا بالنسبة لله من نحن الوجه Pressure الطبيعي تحت الففتين فلاحظين قديش المريضة بحالة distress و very congested طيب فارجيكم هذا trans سراسيك لح فارجيكم أنا ما شايف هيك وجه This is impressive شايفين 35 40 but this is impressive وجه لهالدرجة This is acute Yeah أوكي فهذا الشي اللي بننفكر فيه عن مريض عنده mechanical valve لو كانت INR therapeutic أنه هاي عنده thrombosis of this valve thrombosis of this mechanical valve فهاي ساوينا TEE لاحظوا قديش الظاهرة قديش أنه الفلو كتير ديق هون بس طبعا نحن فارجيكم يا بشكل هاي بالتسجيل بشكل فيديو ملاحظين قديش الفلو عبر الميتر valve قديش شلون high velocity فلو لأنه الصمام مدي كتير أنا بنبه الشي اللي هون هي إذن نطلع على NyQuest سراعة الـ doppler مخطوطة على 61 مع هاي عم نشوف color aliasing يعني very turbulent flow مع NyQuest 61 ما فالتفعلا في very severe turbulence أكيد لما بتحط continuous or pulse wave doppler through this ستلاقي very high gradient good فهي turbulent flow بالميتر البروستيس وهي ساويت 3D echo لحفرجيكم يا ملاحظين إذا بتشوفوا هاي الصمام هو bi leaflet معدني في فتحة عم تفتح والتانية مسكرة كاملا هاي التانية مسكرة هي حطيت لكم سهم على الثانية وهي بالنسبة للفيديو ملاحظين إنه التانية ما عم تفتح أبدا yeah it looks like بس interesting عدودي images both leaflets appear to be moving well والله هذا reverberation يا دكتور سوهيل أنا برأيه بس هاي بال3D في عنا CW gradient طبعا طبعا لحفرجيك هاي 3D وهاي شوف شوف تفضل ما فيو كونتروفرسي فهي الماكسيمم gradient 30 مليمتر 30 مليمتر نحن نحن بنعرف أقرز متر الفلف سيكون 3 أو 4 مليمتر التفضل سيكون مليمتر كونتروفرسي نحن بنعرف حسنا ما رأيكم ما هو المانجمنت المانجمنت صعب صعب فالمانجمنت صعب هذا الشيء في الوضع أنه نساوي انتر كاوكيلايشن بسي المريضة أرهي سيكون انتر كاوكيلايشن نساوي تسريب للمادة الحالة للخسرة أو نبعتها للريديو سيرجري إذا لقينا جراح يرضى يفتح هالشيء شو رأيكم ما يزبين في عندك خلنا نقول أكيوت مانجمنت بس إذا في مجال ستيبلايز شوي هي صعبة كتير لأنه عندك عندك ميكانيكا وعندك مانجمنت على مانجمنت إذا في الواحد بطريقة ساحرة تحرك الهد رأي وعند تحرك المنفسة ومع وجود ارتفاع بكرياتين يجرب يعمل شوية دايوريس هالمرضة بتصور ها قد صارت على المنفسة ولا لسا لحد الآن لا نعطي بي 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 بالأكوت إذن بدي قدر الأمكان بطئ الهارت فريت support the blood pressure وشرب عمل دايوريس الان الان الر number in her case doesn't mean anything the other question هو how acute is her presentation او هل اف الل العمي عمت عن يعني غالبا هي ما صارت هيك فجأة غالبا صال شهر شهرين كل مال عم تدهور بعدين فجأة دهورت لاجهت على المستجفى هل هذا هو الواقع ممكن هذا الشي بس يعني هي برأي المريضة عم تاخد الأدوية بس هل هي عم التابعة كانت ال-INR النقطة اللي ذكرتها كتير حلوة لو ال-INR عالي هي ممكن تكون فقط نتيجة ال-hepatic congestion لما برجيتكم ضغط البطين الأيمن كتير عالي فعندها hepatic congestion هو هيسبب تطاول ال-INR بس قبل ما ندخل بهالمرحلة هل هي كانت عم تاخد الدول وارفرين مظبوط بكراكو مظبوط هاي النقطة تانية المداخلة كمان نضاف فيه بحبولة دكتور وليد ودكتور شهيل هلأ أنا كطبيب قلبية وظيفتي هي أني سهل لزميلي جراح أنه ينجح وأمنعه من أنه يفشل لأنه أنا بعرف أكثر منه فيزيولوجيا المريض وبالحالي هي أنا بقناتي يعني ريدو سورجري بهالأرقام اللي ذكرتها أنت عم تحكم على المريضة وعالجراح بالفشل غير إذا والله عندك إمكانيات فعلا هائلة لتعملها إكمو بعد الجراحة والأمور هاي المريضة ولا بأي شكل من أشكال لا أعلم أريد أن أرى ما رأيه دكتور سابا ولكن عندما تحكم على المريضة 120 أكثر 70 لن يأخذ جراح المريض طبعا الجراح لا أريد أن يأخذه وأنا أحتمي برأيه يعني ما أهمش ففي الأمور أنه نساوي شيء اسمه Transcatheter Leaflet Release فهي المخطط أنه لاحظين حطين وهي TEE Probe وهي هو الصمام وهي ICD ليد عند المريضة وهي PA catheter قصطرت سوان جاز لنقيس الضغوط وهون دخلنا بالشيس الملنشيس لندخل نساوي ندخل عبر الحجاب بين الأزينتين لنوصل للصمام فهي Fixed Picture وهي هاي صورة Floro Saved ودخلنا بندد كاثتر وهي ملاحظين هون بالفيديو الكاثتر على الصمام ملاحظين هاي ورائقة الصمام عم تتحرك الثانية ما عم تتحرك على Floro أبدا أكيد واضح رائقة الصمام عم تتحرك ياش فبهالشي حاولنا نحرك لأن النقطة اللي ما زكر بتلكون ياهم نحظين هاد هاد شو هاد هاد جاي من R3 هاي هاد يلي اسمه Cerebral Protection يلي منستخدمه عند المرضى هاي رسك اللي من بدلهم الصمام الأبهري من حط Cerebral Protection هادة فبيساوي فلتر بالجنب اليمين وفلتر بالجنب اليسار سنتينال أكيد هو صار أبروف باليو اس بس ما بعرف شو رأي يزن بهالشي أبروف بس مع الأسف لا يشتعمل على النطاق واسع نعم وأعتقد أن النقطة لأن النقطة ليس جيدة نعم من الشيء اللي طلع نعم نعم لحعمل ملاحظة صغيرة على الفلوراسكابي هون حتى الليفلة اللي عم تفتح ما عم تفتح مثل ما لازم هاي الليفلة لازم تفتح حوالي 80 درجة بس هاد بجوز نتيجة نتيجة الهي بالليف باللفي أو قد بي قد بي بس هاي رأي نحتم بس على الأقل بالـ TEE ما شفناها يعني في عليها ثرومبس بالـ TEE وهاي هارت ريت فهي تاكيكارديك مبينة نعم فحاولنا حطينا كاسيتر small inside the cheese وحاولنا بكوروناري واير to push the leaflet بالكوروناري واير ما درنا بالـ O35 ما قدرنا فقلبنا للكوروناري واير منحظين هون بكوروناري واير أو فورتين والواير أو فورتين إذر يعبر منحظين هون بالواير أو فورتين إذر يعبر وهي بالـ 3D TEE منحظين الكاسيتر واقفة فوق الوريقة اللي ما عم تتحرك الوريقة الثانية فتحتها واضحة فطالما دخلنا بالواير فحاولنا نحرك الوريقة ببالون كوروناري حطينا 2 مليمتر بعدين 4 مليمتر لحتى 5 مليمتر وهون صارت الوريقة تتحرك ملاحظين شلون الوريقة صارت تتحرك هاي سواء بالفلورو وهاي سواء بالـ TEE نعم حتى الوريقة العالية صارت حركتها أحسن أعتقد أن الوريقة نعم فهي ساوينا الباب وهون لما سحبنا الفلتر راحظوا هدول 2 بيك كلابت كانت حتطلع على الإدمام هدولو قدرنا نساويدهم بالفلتر بالسنتنا أكتور واليد عندي تتكنيكال لما بنعمل هدول حالات انت عم تشتغل الـ انت عم تشتغل الـ عندك حدا بيعمل لك الـ TEE لأنه الـ ولا أنت عم تساوي كل شيء لا والله أنا بالبداية لما بدأت كنت ساوي لهي بس لما بدأت في حالات الـ ASD بس لما بالفارد نطلب أنه يكون في أكسفرد فهذا لا لما أنا بشتغل بهاي الحالة لا ففعلا إما بدك جود أنستيزيولوجيست وهو عنده خبرة بالـ TEE أو واحد يعني صار اسمه اسمه مريضة صار اسمه صار اسمه مريضة هذي نقطة تانية أكثر من هذا الشيء ممكن يحتاج أن نضع على البنتليتر مثل ما ذكرت بكتور يازن هذا الفكرة ممكن تساوبها أظن حتى لا نأخذ وقت حنوقف هون كنت محضركم ثلاث حالات بس بكفي حالتين لأنه ساوينا نقاش كتير حلو أنا كتير كنت مستمتع بهالنقاش دي أخذ آراءكم ونشوف إذا شون نساوي بالمستقبل أنا لحقول مداخلة بالنسبة للطلاب دراسات العليئة الحقيقة هاي الحالات حالات خصوصا حالة الأخيرة يعني أنا هم بشتغل بمركزين حجم جيد هاي حالات الحقيقة فعلا الحالة الأخيرة فعلا حالة ملفتة للنظر وكتير كتير جيدة يعني أنا نفسي تعلمت شيئا جديدا اليوم فيعطيك ألف عافية دكتور وليد هلأ قد يكون الشيء ممكن يصيب بسوريا قد يكون لا لا بس أنا حبيت حطها الحالة لأنه الميترال فالف سرومبوسيز كتير شائع بسوريا لأنه بقايا الحم الرسوية والمرضم كتير عندهم مغيرين الصمامات وما عم يساوي متابعة على الأنتاي كاوجيليشن نهيك عن النقطة اللي للأسف أنا سمعتها مؤخرا أنه في دكاتر عم يقلبوهم على الدوكس هذول اللي عندهم أسهل ومن دون ما يساوي تحليل وما في داتا وبالعكس عم يتزيد السرومبوسيز نعم أنا برأيي هاي النوع السكيلز والمهارات اللي بيتمنى نستطيع أن نوصلها لسوريا لأنه أمراض الضمامات شائعة بسوريا متما انصدلت وأكيد هالأمور عم تصير ومعرضها ما عم يمشي حالا شكرا جزيلا للجميع وانا لح ساوي ستب شيرينك